متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال النهاردة ان شاء الله جاي لكم بناموذة كودته مذهلة في الخطة المجانية ولو خطة مجانية طبعا بيوصل لحد 1.5K وفي الخطة المدفوعة لحد 4K بينافس مين بقى؟ بينافس نموذة جوجل Imagine 4 Ultra وبينافس ليوناردو لاصد رياليزم اللي انا اتكلمت عنه قبل كده في الفيديو السابق من ناحية تعبيرات الوجه العيون الشعر الملابس الإضاءة الواقعية اللي هي اللايتينج الإنعكاسات اللي بتبقى في الزجاج مثلا أيضا الجودة اللي بتحصل عليه زي ما قلت لك 4K في الخطة المدفوعة والمجانية لحد 1.5K الجديد بقى هو إتاحة وضع الرو وضع الرو لما انت بتستخدمه بتحصل على صور أقرب للواقع يعني ايه بحصل على صور أقرب للواقع هذا الوضع بيقول لنموذج الزكاة الاصطناعي إنشئلي صورة بأقل قدر من المعالجة أو التجميل الاصطناعي ما تحطش مؤثرات فنية زي ده ركز أكتر على التفاصيل الواقعية الدقيقة زي الملمس بتاع الجلد توزيع الإضاءة الطبيعي الظلال الإنعكسات تناسق ملامح الوجه كل ده بتحصل عليه لما بتفعل وضع الرو وبالتالي الصورة بتكون قريبة لصورة تم التقاطها من خلال كاميرا احترافية بدل بقى من الصور المفلطرة أو المعدلة فنياً ده للشخص اللي بيدور على صور واقعية يلا بينا النهاردة نجرب مع بعض النموذج الجديد من كريا AI وهو كريا 1 وهنختبر ونقيم مع بعض هل هو فعلاً أفضل منهم ولا لأ ده اللي هنشوفه مع بعض في فيديو النهاردة ما ترحوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية وارجعنا لكم مرة تانية علشان نجرب مع بعض كريا 1 بتبتدي ان انت تعمل حساب على كريا AI وتدوز جينريت أمجز وفيه كمان انتقال فوق هنا ما بين يعني لوحت للهوم تاني كده مرة تانية هتلاقي فيه انتقال يعني تروح للإمجز فيه فيديو احنا هنا دلوقتي بنركز على الإمج هبتدي أدوس على إمج ودي بعض الصور بقى اللي كنت انشأتها من زمان قوي اول عمر هنا هستخدمه مش هفعل في الرو زي ما انتوا شايفين ادي وضعية الرو موجودة انا هبتدي ان انا اشوف مدى التزامه بالتعليمات الموجودة داخل الامر هنا appear standing on a wooden share فيه ضب قاعد على wooden share holding a yellow duck inside cozy كابين تعال نشوف كده المثال ده حينفزه ازاي جبته من شاة جي بي تي قلت له ديني شوية امثلة اختبر بيها crea 1.0 هنا فيه الستايل تقدر تختار الستايل لو انت عندك صورة معينة عايز تاخد تعمل من الصورة دي تقوله انا عايز مثلا زي الشكل موجود جوه الصورة دي image style لو انت عايز تغير الستايل هنا 16 لتسعة عندك لو حد 1.5k ومش هفعل وضعية الرو وحبتدي ادوس generate ونشوف النتيجة مع بعض زي ما انت شايف احنا بنستخدم model crea 1 من قبل لو بصيه هتلاقي ان احنا كنا بنجرب مع بعض flux زي ما احنا شايفين ولكن crea 1 ده النموذج الخاص بموقع crea AI تعالى بقى نشوف كده النتائج اللي عطاهالي عطاني نتائج مختلفة بستايلز مختلفة لان انا ما اخترتش الستايل وبيقول لي اختاري ما بينهم لو انت بصيت على حاجة زي كده ايه دي اهو عبارة عن دوب ماسك زي دك كده لعبة في ايده قدي ايه شايف تفاصيل حلوة تعالى نرجع مرة تانية عندك كمان صورة بالستايل ده لو انت عايز او بالستايل ده او بالستايل ده اي ستايل من ده تنفيذه للتعليمات كويس جدا لو انت عايز حاجة كارتون ممكن تستخدم ده تعالى نشوف حاجة تانية روبوت بلاينج تشاست بيلعب شاة رانج مع كات اون اجلاس تيبل اد سانسيت 16 لتسعة عايزة برضو 1.5 كي جنريت هنا اقرب صورة زي ما احنا شايفين هنا ده روبوت بيلعب شاس قاعد بيلعب مع قطة في السانسيت طبعا هو يعني شكل خيولي ولكن تنفيذه للتعليمات كويس وطبعا عايزاكوا تبصوا على الانعكاس في الازاز يعني الامر ده انا مستخدمه مخصوص عشان نشوف الانعكاس اللي نفزه بشكل جيد جدا تعالى نشوف وضع الرو انا انتقلت الحساب تاني علشان الحساب بتاعي خلص يعني محدود جدا بصراحة في شكل يومي انا هنا حبتدي احط الامر اللي هو عايز افعل في وضع الرو شخص عنده 35 سنة عني خضرة وعنده يعني ده خفيفة ويرنج اجري هودي حبتدي ان انا هنا هخلي 16 لتسعة وحفعل وضع الرو فمش هختار اي حاجة في اللي ستايل انا هفعل وضع الرو انا عايزة الصورة تكون بورتري حقيقي جدا عايزة بقى اشوف هذي الميزة فعلا هل هي على المستوى ده ولا لأ يعني هنا هخلي 1.5K وحنشوف ونعمل generate ونشوف عطاني اربع صور مش عارفة ليه عطيني شخصين في الصورة عطاني اربع صور اختار منهم مفيش هنا خاصية ان انت تحدد عدد الصور اللي طلعالك هو بيديك اربع صور في كل مرة اكتر صورة قريبة هي الصورة دي زي ما احنا شايفين الصورة شخص دأنه خفيفة شعره بني عينيه خضرة لابسهو دي جري بالضبط زي ما طلبت الامر عطاني والجميل كمان ان هو فعلا كريا 1 في تفعيل وضع الرو بيديني فعلا الصورة تبان طبيعية مش صورة فيها بقى حاجة فنية زي ما احنا شايفين هل كريا 1 يستاهل كل الضجة دي بصراحة انا شايفة ان imagine for ultra ممتاز جدا ولا يعلى عليه ليوناردو لوسيد رياليزم لا يعلى عليه مقدرش اقول ان هو اقوى من imagine for مقدرش اقول ان هو اقوى من لوسيد رياليزم يعني انا شايفة ان هو كويس يعني النتيجة هنا احنا شايفينها جيدة بيديك اربع نتائج مفترض ان ديني اربع نتائج زي بعض يعني ولكن بتتفاوض في الدقة مثلا هنا اعطيني شخصين في الصورة هما هما نفس الشخص معرفش ايه الغرض يعني هما دول الصورتين اللي اقرب زي ما انتوا شايفين قدامكم دلوقتي هما دول الصورتين اللي اقرب للنتيجة اللي انا عايزيها هل اقدر احول لفيديو فيه هنا امكانية ان انت تدوس على الفيديو وتحول الصورة لفيديو في start frame و end frame انا هنا هبتدي ان انا ادوس generate واشوف النتيجة مش في دماغي امر معين هل ده موجود في الخطة المجانية اه موجود في الخطة المجانية ايه النموذج اللي بيستخدمه بيستخدم one two point one زي ما احنا شايفين وبتشوف ال process او العملية قدامك واصل لحد احنا وقربنا على التلاتين في المية هنشوف النتيجة برضو عشان نشوف النتيجة بتاعته هتكون عاملة ازاي على وشك الانتهاء انت بتشوف كده الفيديو هو بيتعمل اعتقد بيستخدم ال diffusion الانتشار وعلى وشك الفيديو يخلص انتهى الفيديو تمام انا ما طلبتش منه امر معين انا قدتله حركلي الصورة فقط وحرك الصورة بالشكل ده هعمل download ونشوف الفول سكرين زي ما انتو شايفين ما فيش ووتر مارك ودي حاجة كويسة جدا استفيد من ال daily credits انا خلاص كده 100% daily credits يعني انشأت يذوبة كمه اربع صور وفيديو خلاص كده اخد مني ال credits اليومية ولكن عشان اقيم ممكن ال row هو افضل حاجة في crea one تفعيل ال row افضل كمان من انتاج الصور نفسه بstyle's بقى مختلفة ممكن تجرب style's مختلفة فلو هستفيد من crea one هفعل ال row واستفيد في الصور ال portrait وكمان هستفيد من تحريك اللي هو الفيديو ده بالنسبة لي crea one بحاول اتناول كل اللي موجود والحاجات الجديدة وانت لك الحكم انت المستخدم وانت لك الحكم في النهاية ياريت اسمع رأيكم في التعليقات هل انتو شايفين crea one في نفس قوة imagine مش هقولك افضل هقولك في نفس قوة imagine 4 ultra من google وايضا lost realism نتكلمنا عنه الفيديو لفات من ليوناردو ياريت اسمع رأيكم اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد بحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد فاريت من انتوش تدعموني باللايك والشير والكممنت ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته